قال الأمين العام لجامعة دول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك تحديات مشتركة تواجهها الدول العربية فيما يتعلق بالموارد المائية مشيرا إلى أن 80% من المياه تصل الدول العربية من خارجها وخلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه المنعقد في العراق أضاف أبو الغيط أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الغدائي مؤكدا أن الوضع المائي لا يزال يشهد ضغطا متزايدا مع تراجع حصة العراق من مياه نهري الدجلة والفرات ودع أبو الغيط دول الجوار إلى تبني رؤية جديدة في تعامل مع قطايا المياه تقوم على المصلحة المشتركة